أهلاً وسهلاً بكم في سلسلة تعلم برمجة تطبيقات الجابا باستخدام النتبيز معكم عبدالله خنفور بطور تطبيقات جابا في الدرس الأول رح نتكلم عن تاريخ الجابا وأيضاً فكرة عن النتبيز في البداية الجابا هي لغة برمجة طورت من قبل جيمس جوزلينغ اللي كان يعمل في شركة سام مايكرو سيستمز الآن شركة سام مايكرو سيستمز هي عبارة عن جزء من شركة أوراكل بعد عملية شراء أوراكل لشركة سام مايكرو سيستم لغة الجابا من ناحية تركيب الشفرة أو ما نسميه سينتاكس مأخوذة من السي بلس بلس وأيضاً السي وهي مبسطة من السي والسي بلس بلس لذلك أي مطور تطبيقات في السي والسي بلس بلس راح يفهم كثير من أكواد الجابا أيضاً في فكرة في الجابا أنه يتم ترجمة الشفرة أو الكود إلى ملف التنفيذ الخاص بالجابا أو بنسميه البايت كود أو الكلاس فايل وطبعاً البايت كود والكلاس فايلة تم تشغيلها عن طريق برنامج يسمى الجي في ام أو الجاذا فيرشول مشين الجي في ام متوفر على عدد من أنظمة التشغيل منها الماك أوس اكس والويندوز والسولارس وهذا يتيح للمبرمج لما يصلح برنامج بالجابا ويجي ينفذه راح بإمكانه ينفذه في الماك أوس اكس والويندوز وأيضاً السولارس طبعاً الجاذا مفتوحة المصدر يمكن تطوير الجاذا وأيضاً يمكن استخدامها مجاناً النتبينز هو برنامج يستخدم لتطوير تطبيقات الجاذا أو ما نسميها منصة عمل فريمورك أيضاً النتبينز هو عبارة عن بيئة تطوير متكاملة أو ما نسميها IDE Integrated Development Environment وعندنا أمثلة أخرى مثلاً لل IDE حتى تتضح الصورة مثل ال IDE الخاص به هو Visual Studio التابع لماكروسوفت وتقريباً لكل لغة برمجة IDE مشهور خاص فيها والمشهور للغة الجاذا هو النتبينز طبعاً يمكن استخدام النتبينز لمجموعة لغات أخرى غير الجاذا مثل C++ والBHP والGroovy وغيرها طبعاً النتبينز مكتوب باستخدام الجاذا ويعمل على الجيفي أم والجيفي أم زي ما ذكرنا سابقاً أنه متوفر على عدة أنظمة التشغيل مثل الويندوز والماكروسكس والسولارز وهذا يجعل النتبينز أنه يشتغل على الأجهزة التي تحتوي على الجيفي أم طبعاً النتبينز أيضاً هو مفتوح المصدر يمكن تطوير النتبينز وأيضاً هو مجاني لاستخدام يعني بإمكانك تطوير التطبيقات بدون شراء ترخيص لذلك الآن لتحميل النتبينز ندخل على موقع طبعاً زي ما ذكرنا سابقاً النتبينز هو عبارة عن برنامج يستخدم لتطويرات تطبيقات الديسكتوب الموبايل والويب أبليكيشنز وأيضاً يستخدم للجيفا والبي اتش بي و سي و سي بلس بلس وأيضاً لغات أخرى طبعاً النتبينز مجاناً لاستخدام وأيضاً يعمل على أنظمة التشغيل مثل الويندوز واللينوكس والماك أوسكس والسولارز لتحميل النتبينز نضغط على داونلود فري نتبينز في صفحة الداونلود راح يظهرنا أكثر من نسخة للنتبينز وتدعم كل نسخة لغة معينة مثلاً فيه عندنا النتبينز الخاص بالجاذا SE الستاندر اديشن وفيه عندنا نسخة خاصة بالجاذا EE وفيه عندنا نسخة خاصة بالسي والسي بلاس بلاس وأيضاً فيه عندنا نسخة خاصة بالبي اتش بي طبعاً أنا أفضل تحميل النسخة الكاملة اللي تدعم جميع اللغات اللي تستخدمها النتبينز طبعاً حجمة 205 ميجا نصلح داونلود بعد ما نصلح عملية الداونلود عملية التحميل جداً سهلة والإنستليشن موجودة في الموقع بمكاننا نشوفها لذلك لن أشرح عملية التحميل في الترس القادم بإذن الله راح أشرح لكم نبذة عن واجهات النتبينز ترجمة نانسي قنقر